أساتذة جامعيون وأكاديميون وباحثون يلتأمون بالعيون لمناقشة المواد والطاقة والنمذجة الرقمية هذه الندوة العلمية الأولى ناقش خلالها المشاركون آخر التطورات في مجال المواد والطاقة المواد مطلوبة بشكل كبير وتؤثر على البيئة في عدة مجالات ويجب ملاءمة المواد للتطورات الصناعية من حيث الجودة والمقاومة والابتكار وتولي الجامعة اهتماماً خاصاً للبحث العلمي وتشجع جودة البحث في إطار الرؤية الاستراتيجية لخطة تسريع تحويل منظومة التعليم العالي اللجنة المنظمة لهذه الندوة استقبلت حوالي أربعين مشاركاً من كافة الجامعات المغربية لا سيما في التخصصات المرتبطة بالذكاء الاستناعي وتطبيقاته والنمذجة الرياضية والعددية والرانين المغناطيسي هذا وسيستفيد طلبة الدكتوراه من ورشات عمل تكوينية للتعرف على التصنيفات والمؤشرات المختلفة للمجلات العلمية خلال هذا اللقاء تمت الدعوة إلى تحسين جودة المقالات العلمية وتشجيع الشراكات مع الوسط الجامعي على المستويين الوطني والدولي ومن جهتها تخصص جامعة ابن زهر بأقادير ميزانية مهمة لدعم مؤسسات البحث وتحسين الأداء العلمي وتضمن برنامج هذه الندوة تنظيم ورشتين تكوينيتين تركز الأولى على تقنيات ومنهجيات البحث العلمي والأكاديمي بينما تركز الثانية على استخدام برمجيات إدارة المراجع الببيوغرافية واستخدامها في كتابة الأطروحات والمقالات العلمية